السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم جميعا في القناة دينا قبل ما نبدأ الفيديو ان شاء الله بإذن الله لا تنسوش ضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد نبدأ في موضوع دينا كما شفتوا من خلال المنياتور ديال الفيديو نتكلموا على الذكاء الاصطناعي هل هو حل أم مشكل الذكاء الاصطناعي مؤخرا هل هو ضجة للمجال المعلومات بصفتين عامة وايضا هل هو ضجة للمجال السوشال ميديا وغير ذلك كيف ما كتعرفوا ان الكل ديكي تكلم على الذكاء الاصطناعي ولكن ما كنعرفوش كيفاش هالذكاء الاصطناعي كي يخدم نبدأوا بوحد مقدمة على الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي هو مجموعة من الخوارزميات هاد الخوارزميات كتعمل على اشعة على في المجال الإنفورماتيك وعلى هذا الارغوريثم وهذا الارغوريثم مبنيه على على أمور مرتبطة بالرياضيات أو بالماتماتيك في الفيديو دينا نحاول ما أمكن نقربوكم من الذكاء الاصطناعي بشكل يجعل الى كل ما يفهم احد الذكاء الاصطناعي هذا الخوارزمية التي يجعل ذكاء الاصطناعي تظهر الذكاء الاصطناعي او الغريطم الذكاء الاصطناعي يعطينا صلوشن المشكلة او الجميع التي نتطاع لها مثلا من تخيل الشرد جي بي تي ولا نخيل ولا نخيل شئ اكثر من الذكاء الاصطناعي كان يعطيها المشكلة والمشكلة أو السؤال هو يأخذ هذه الموكلة تكون عنده واحد لباس دونة التي يكون سواء تعلمها سواء يقلب على هذه الموكلة إذا كان تعلم لأنه يعتمد على يتعلم هذه الكلمات لأنه سمي الذكاء الاصطناعي لأنه ذكاء اصطناعي يريد أن يوضع ذكاء البشر لأن الذكاء هذا الإنسان لا يصل له أي ذكاء لأن الإنسان هو الذي اخترع الذكاء الاصطناعي لكي نكونه واقعي الذكاء الاصطناعي يعتمد على مجموعة من الخوارزمية مجموعة من القوانين المعلومياتية مثل Deep Learning لذلك الذكاء الاصطناعي من أنك تعطيه المعلومات سواء يقلب عليها سواء يكون تعلمها تخافيها الذكاء الاصطناعي لديه مجموعة من المميزات ومجموعة من السلبيات لكن نحن نعرف لماذا نستعمل الذكاء الاصطناعي دائما أو نستعمله غير في بعض الأحيان أو بعض الأوقات الذكاء الاصطناعي تقدم لنا حلول كثيرة لا نكذبه سواء في الصحة أو في المالية أو التعليم أو غيرها من الميادين هذه الخوارزمية طبعا هذه الحال هي كتكون معقدة وتحلل لنا كميات هائلة من البيانات في وقت قصر سواء تعملون أو أو هناك مجموعة من التحديات من بينها تحديات أخلاقية مع الزيادة انتشار الذكاء الاصطناعي يطرح جدل يطرح لنا جدل حول هذه التحديات الأخلاقية وهي جمع البيانات التي تكون بشكل كبير وتخوف الخصوصية للإنسان هذه البيانات تستعملها تستعملها أماكن أو في مواقع أو في بعض أمور التي تقدر تكون صعيبة والتي تقدر تكون تخلينا نخدو القرار يعني هذه البيانات تقدر تكون الخوارزميات تقدر تكون القرارات التي يتخذها الخوارزميات غامضة وتكون أيضا مميزة بتمييز اللي يخلينا نستفدو من هاد الذكاء الاصطناعي ولكن لماذا ذكاء الاصطناعي فعلا مهم في الحياة أم لا الذكاء الاصطناعي أثر على مجموعة من الوظائف من بينها أصلا المعلوميات أو البرمجة بصفتين خاصة لأنه في الذكاء الاصطناعي ولكن نعطي لها غير مثلا مجموعة من المشاريع المشاريع التي تعلقها بالانفورماتيك كيف ما كان عرفو أن الذكاء الاصطناعي التي يعطي لسوليشيون في تايملاين التي تكون كورة ومجموعة المشاريع بينما إذا كان تتكلم يمكن أن تخدم فيها وقت هنا يحدث شك في الناس التي تتكلم والناس التي تعمل بالانفورماتيك من غير الانفورماتيك أرشاد جيبت لا يعمل في الميدان المعلوميات جيبت يكون ثلاثة يمكن ميادة معقدة كمية وصحة مثلا تقدر تكون مثلا صناعات القنابل أو صناعات قنبلة بوحد المعدات أو مكونات كميائية التي تكون معقدة إذا تشارج جيبت العادي هو ثلاثة ثلاثة سيقول لك ما فيه دار أو معادلة غير صحيحة أو خاطئة أو نوع من هذا القبيل أو شيء من هذا القبيل لكن إذا تخلت الأي أو الذكاء الاصطناعي التي يكون بويسو يعطيك معادلة الكيميائية الصحيحة والمراحل التي تقدر تصبح بها مثلا القنبولة التي تحتاجها أنت في مثلا القنبولة تدير واحد الضور في واحد المكان ما و نزيد الكثير من التفاصيل هناك مجموعة من الأمور التي نعرفها هو الذكاء الاصطناعي أعطانا فوائد فعلا و أعطانا قدرنا نقوله سلبيات ولكن هذه الفوائد هي تجلب الكثير من الأمور منها أننا نحصل على المعلومة وقت وجيز و نقدر أيضا نلقى حلول التي كانت مستعصية في مجالة عدة مثل مجال طبع أو مجال اقتصاد أو غير ذلك لكن الأمور التي لم أحبها هي أننا نستعملوه دائما في المجال التعليمي خصوصا الطلبة التي خاصهم يطوروا من المهارات ومن المكتسبة ومن المعارف على سبيل المثال على سبيل المثال أنا طالب مثلا كندرس في نقوله مثلا في دوزياماني سيكل دانجينيور شعبة ماتماتيك الفوماتيك عندي دي مودول اللي متعليقين بالمات وعدي دي مودول متعليقين بالانفورماتيك دكال إصطناعي يوفر لك كل شيء سأعطينا مثلا مودول دي العالجيب سأقول له بغيت دي الكواشيو أو بيان مثلا مودول دي العالجيب سأقوم بتدكال الإصطناعي سأعطينا سوليشون لوحد البخوب الماتيك مثلا في ماتريس كرز أو شيء حاجة كم سا سوف أعطي المعارف و المدارك بحدودة سوف أعطيه مثال و نقول له هاك رجب ورقة و السيلو لا سوف يستطيع سوف يقول دائما مع دماغه لماذا سوف نخرج أن هذا ورقة و السيلو كان ذكي الإصطناعي لذلك حتى في الامتحانات لن يأتي لوقت الامتحان و يكون طالب تعتمد دائما تعتمد دائما في المجال تعتمد دائما لذكي الإصطناعي لأنه عندما تأتي لوقت الامتحان لا يوجد إصطناعي لأنه لديك حاسوب أو ورقة لديك ما علم في دماغك لا توجد لذلك في هذه الأمور يستحسن عدم استعمال ذكي الإصطناعي خصوصا في المجال التعليم لأنه ما غاديش بقعدنا شي حاجة اسمتها عقل بشري وخلع عقل البشري هو أصلا المصابه الذكاء الإصطناعي لأنه نريد أن نضاهي الذكاء البشري بدكان إصطناعي لكي نحسن المرضودية فقط حسن المرضودية و فقط وجيز لأن العلماء المصابه الذكاء المصابه الذكاء الإصطناعي أو أنهم يستعملوا الذكاء الإصطناعي مثلا صناعة روبوتات صناعة طائرات أمور كهربائية معقدة يحتاج إلى المجهود فكري الذكاء يستعملوا هناك مجال الدكاء الإصطناعي لأنه وراء الذكاء الإصطناعي لا نحن لديه 8 رام و 1 تيرابيت بعد مرات أستعملوا المصابه الذكاء كومبيوتر بحل الشكل المطورة إي بي أم لا تقلتوا قلبتوا على كومبيوتر سوف تفهموا القصد هنا نستعملوا الذكاء الإصطناعي أما هذه الأمور المتعلقة بالتعليم ربما الذكاء الإصطناعي نستعملوا في مجال يعني أعطينا معلومات أو تفاصيل عن بعض الأمور اللي ما قدرناش نوصلوا لها بالبحث دينا يعني المجهود الشخصي ما وصلناش لها بالمجهود الشخصي ونوصلوا لها بالذكاء الإصطناعي هنا كيكون الفرق مثلا طاري في الدكتوراه عنده عنده دكتوراه متعلقة مثلا بماتيماتيك أبليكي في واحد المجال مثلا لنوبو كومبليكس بغي يقلب على مثلا شي حاجة كومسا ومع البحث ومع اللي كيدير ومع المختبار أو غير ذلك ملقاش هذه المعلومة اللي يبغى ولكن باستعمال الذكاء الإصطناعي جاه حلول وجاه بعض بعض المعلومات اللي كان يقلب عليهم يقاهم وطور من البحث دياله والبحث دياله ولا يعني معمق وزاد هذا البحث دياله ولا تعندوه واحد لا فالور هنا والذكاء الإصطناعي قدرون نقوله أعطى إضافة ولكن بالنسبة للطالب لا أمصح بالذكاء الإصطناعي لا أمصح بالذكاء الإصطناعي لا أمصح بالذكاء الإصطناعي لطالب الله بادي تأثير على الوظائف كما قلت اعتماد كبير للذكاء الإصطناعي في صناعة يعني لذكاء الإصطناعات وصناعة الويب سايت وهكذا من الأمور هو شيء مهم لكن سيؤثر على السوق العمل وسيؤثر على اليد العاملة سيؤثر على الديفلوبر مع الوقت سيقولي متحكم في لدينا الميزان التي تتعطينا حلول بالذكاء الإصطناعي لا يبقى الديفلوبر لا يبقى لدينا الديفلوبر لدينا واحدة الميزان ولكن حاليا يجب العمل على مجموعة من الكفاءات التي تجعلنا لا نحتمد على الذكاء الإصطناعي هنا نفكره يعني كن اه ناس متخصصة مثلا في مجال اه قدروا نقوله اه تسكي فانكسيونات تسكي اه ديزاناليز كمسا اه شي حاجة متعلقة بالبيانات رغم ان الذكاء الصناعي راه شامل يقدر يعطيك كل شي وفر لكل شي في وقت محدد لكن ما غا تتبقاش عندنا واحد سوق فيها فيها اه فيها وظائف لي اه كثيرة من بينها مثلا اه وظائف متعلقة مثلا بالمالية مثلا بنان صابو اه بلتان دو باي ما غاديش لقاو وخاكين دين رجيسية لكي صابو بلتان دو باي ما نلقوش واحد كدخل بيانات لقاو غر ابلكاسون كدخل كل شي الى غير ذلك وخاتره كين موجود آآ آآ نقدرون شي والحلول لمستدماء لي بدلا من من ذكاء الاستماعي نعتبروه مشكلان نكتشفوه ونعتبرو هو الحل وانستعملوا مهلا فتطوير لحلول المستدامة بحل المشاكل اللي كنا في المناخ مشاكل اللي كنا في المناخ مشاكل اللي كنا في الموارد طبيعية لغير ذلك هنا من لحد دينما مزيان لحد دينما متافقين دونك الذكاء الاصطناعي كنا يعتبرو حل او سيف ذو حدين الذكاء الاصطناعي يعتبر سيف ذو حدين في الختام كنقول باللي راه دكاء الاصطناعي هو في نفس الوقت مشكلة معقدة ومصدر لحلول محتملة نواصلوا النقاش باش نعرفو كيفاش نقدرو نستخدمو الذكاء الاصطناعي في الوقت المحدد وايضا كيفاش نقدرو نكون مسؤولين على البيانات دينما اللي كنترحوها الذكاء الاصطناعي لانها تقدر تكون ضدنا تقدر تكون ضدنا وما تكونش في الصالح دينما وان شاء الله بين الله نضعوا في مواضع مهمة لتفيدكم وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجارس ان شاء الله بين الله سيصلكم الجديد سلام وعليكم ورحمة الله وبركاته